السلام عليكم رح نبلش يا سابع بالوحدة الرابعة شبكة الانترنت متطلباتها وخدماتها بداية رح نبلش بالدرس الأول شبكة الانترنت طبعا يا سابع شبكة الانترنت من أعظم الإنجازات اللي تم إنجازها بتاريخ الحاسوب فهي أحدثت تغيير كبير في أسلوب تبادل المعلومات وحجمها سهلت علينا تبادل المعلومات وحجم المعلومات فباللاحظ حاليا إحنا بهذه أيام من السهل علينا نتواصل مع بعض ونتبادل المعلومات عن طريق شبكة الانترنت في طرق عدة خلينا نتعرف على مفهوم شبكة الانترنت تعريفها اشتقى مصطلح الانترنت من العبارة Interconnected Network وهي شبكة تصل بين مجموعة هائلة من شبكات الحاسوب حول العالم لو نلاحظ بهذا الشكل فهي عنا كل الأجهزة والشبكات الموجودة حول العالم بيتم توصيلها مع بعضها من خلال شبكة الانترنت طيب المفهوم الثاني اللي رح نتعرف عليه بهذا الدرس اللي هو شبكة الحاسوب تعريف شبكة الحاسوب نتوارك مجموعة من الحواسيب اتنين او اكتر ترتبط فيما بينها بواسطة خطوط اتصال لها القدرة على نقل البيانات والمشاركة في المعدات كالطابعة والبرمجيات بمعنى انا اذا شبكت حاسوبين او اكتر مع بعضهم بواسطة خطوط الاتصال اللي هي عبارة عن الاسلاك اذا وصلتها بهاي الاسلاك فرح اشكل عندي شبكة مثلا ممكن اشكل شبكة حاسوب في مختبر الحاسوب عندنا بالمدرسة بنشئ عندي شبكة كيف يعني بتشارك المعدات ممكن هاي اجهزة كلها اشبكة على طابعة واحدة فاي جهاز يطبع على نفس الطابعة طيب بهور شبكة الانترنت جعل للعالم اسماء اخرى فمثلا ممكن نسميه بالقرية الكونية او القرية الصغيرة لانه قرب بين المساء يعني قرب انه ممكن انا ارسل بيانات لشخص ببعد عني مساحات جغرافية كبيرة واتصلوا هاي البيانات او المعلومات بوقت قصير جدا خلال ثواني يكون وصلة هاي البيانات لهيك بنسميه بالقرية الصغيرة يعني حول العالم لاشبه بقرية طيب ثانيا رح نتعرف على خدمات الانترنت شو الخدمات اللي بقدمني اياها الانترنت اول خدمة من هاي الخدمات اللي هي خدمة الاتصال الخدمة الثانية اللي هي التعلم الالكتروني الخدمة الثالثة البحث عن المعلومات الخدمة الرابعة تنزيل البرمجيات وخمسة مشاركة الملفات وستة التجارة الالكترونية وسبعة الحكومة الالكترونية رح نتعرف بالتفصيل على كل واحدة من هاي الخدمات بداية خدمة الاتصال لو اجينا على خدمة الاتصال فبعندي نوعين من خدمات الاتصال اللي بيحكي عنهم بهذا الدرس اللي هي خدمة البريد الالكتروني والمحادثة البريد الالكتروني تعريفها هي خدمة تتيح بتبادل الرسالة الالكترونية والملفات والصور والفيديو عن طريق رسالها من المرسل إلى شخص أو أكثر ذلك باستعمال عنوان البريد الالكتروني يعني أنا لما أعمل بريد الالكتروني اللي هو الإيميل لعلياهو على الجيميل فأنا ممكن أستخدم خدمة البريد الالكتروني أرسل بريد وتكلفته طبعا أقل من البريد العادي المحادثة هي وسيلة للتواصل بين الأشخاص مباشرة عن طريق شبكة الانترنت يا إما بتكون عن طريق رسائل فورية أو استعمال المايكروفون والكاميرا يعني إحنا المحادثة ممكن أنا أجريها كتابة يعني التشات ممكن تكون كتابة أجريها بشكل كتابة أو ممكن أني أجريها أنها تكون محادثة مرئية تكون عبارة عن فيديو من المواقع اللي بستخدمها لإجراء المحادثة اللي هي السكاي بتويتر، فيسبوك، الواتساب، الإنستجرام كلها هاي بتوفر لي خدمة المحادثة طبعا كلنا أغلبنا حاليا بيستخدم هاي الخدمة الخدمة الثانية اللي هي التعلم الإلكتروني اللي إحنا حاليا هاي إحنا بنطبق التعلم الإلكتروني هو تعريف وهو التعلم الذي يتم باستخدام أجهزة الحواسيب ووسائل اتصال الحديثة مثل شبكات الحاسوب ووسائتها وطرق البحث والمكتبات الإلكترونية ممكن حاليا أنا أقدر أني أنزل كتاب عن طريق شبكة الإنترنت وأحصل علي الخدمة الثالثة اللي هي البحث عن المعلومات يستطيع يعني أنا أي معلومة ممكن أنا أكلفك بواجب أحكي لك ابحث لي عن هذا الموضوع فإنت تلجأ أنك تستخدم شبكة الإنترنت طبعا نتوجه لمن ده محرك البحث جوجل رح تروح على جوجل وتكتب العنوان اللي أنا كلفتك بالبحث عنه أربعة تنزيل البرمجيات المختلفة فأنا أي برمجية برمجيات يعني البرنامج أي برنامج الألعاب أي إشي إحنا بننزله بننزله عن طريق شبكة الإنترنت طبعا ألعاب أو معالجات النصوص زي برنامج الورد خلفيات صور فيديوهات كلها بننزلها عن طريق شبكة الإنترنت الخدمة الخامسة اللي بتوفر لي إياها شبكة الإنترنت هي مشاركة الملفات فهي سهلت لعملية تبادل الملفات دون وجود وسيط يعني أنا ممكن أرسل لأي شخص ملف مهما كان حجم هذا الملف كبير بقدر أوصله إياه بسرعة وسهولة ستة تجارة الإلكترونية أنا بتوقع أن أغلبنا استخدم التجارة الإلكترونية اللي هي التسوق باستخدام المتاجر الإلكترونية تسوق باستخدام المتاجر الإلكترونية إني أنا ممكن أفتح مع موقع أو تطبيق لبيع أي اللي بحتاجه ممكن أنا أشتري أدوات منزلية أشتري ملابس عن طريق مواقع بعرضوا هاي السلع اللي عندهم وأنا بدفع إلكتروني عن طريق بطاقة الفيزا كارد أو الكريديت كارد ومنها بدفع القيمة بواسطول إياها عبر شبكات التوصيل سبع الحكومة الإلكترونية أيضا الأغلب عنا بلشنا بالأردن نطبق مفهوم الحكومة الإلكترونية كثير أوراق إلكترونية أو معاملات حكومية إحنا بننجزها من خلال شبكة الإنترنت بدون ما نذهب للمكاتب ونستنى ونجري كثير من الإجراءات فبتم العملية بشكل أدق دائما أي إشي بيكون عبر الإنترنت أو الحاسوب بيكون أدق من الورقي الجزء الثالث اللي بنا نتعرف عليه بهذا الدرس اللي هو متطلبات الاتصال بالإنترنت حتى أنا أوفر عندي اتصال للإنترنت لازم يكون عندي عدة شغلات اللي هي أول إشي قبل ما نتعرف على هاي المتطلبات بنا نعرف إنه الاتصال عبر حتى نتصل بشبكة الإنترنت في عنا طريقتين إما طريقة الاتصال السلكي ويرد أو الاتصال اللاسلكي ويرلس طيب شو هي طريقة الاتصال السلكي؟ الاتصال اللاسلكي بنستخدم فيه الكابلات الأسلاك حتى تنقل لي البيانات عبر خطوط الهاتف بطريقة ADSL يعني أنا الاتصال السلكي بيتم عن طريق خطوط الهاتف يعني لازم يكون في عندي سلك شابكه بالجهاز لحتى يوصل لعندي الإنترنت أما الويرلس بيتم عن طريق موجات كهروماغماطقسية طيب شو بحتاج أنا لحتى أوصل جهازي بشبكة الإنترنت أول إشي عندي جهاز الحاسوب أو أنا بدي أوصل لشبكة الإنترنت واحد لازم يكون عندي جهاز حاسوب يمكن أنا نستخدم أي نوع من أنواع أجهزة الحاسوب اثنين لازم يكون عندي خط هاتف ثلاث لازم يكون عندي مودم طيب شو هو المودم؟ المودم تعريفه هو جهاز يربط بين الحاسوب وخط الهاتف قد يكون داخل الجهاز أو خارجه طيب شو مبدأ عمل المودم؟ شو بعمل المودم؟ وضيفته المودم يحول لي يا سابع البيانات يعني أنا بيانات بدي أرسلها لشخص آخر فرح يحول لي المودم الموجود بجهازي بيحول هاي البيانات لموجات بتنتقل عبر خط الهاتف لمن؟ للمودم اللي موجود بالجهاز اللي أرسلتله الجهاز اللي أرسلتله هاي البيانات أو هاي الموجات بيحول الموجات لبيانات وبستقبلها الجهاز على شكل بيانات فوظيفة المودم هو تحويل البيانات إلى موجات أو تحويل الموجات لبيانات حسب أنا جهازي كان مرسل أو مستقبل ده البرنامج متصفح الانترنت اكيد انا شابك جهازي على الانترنت فلازم يكون عندي متصفح شو هو المتصفح هو برنامج خاص يتم بواسطته عرض صفحات الانترنت من الامثلة على متصفحات الانترنت مستكشف الانترنت او برنامج جوجل كروم او انترنت اكسبلولار كلها فايرفوكس هاي كلها متصفحات ها مزود خدمة الانترنت طبعا لازم انا اكون مشترك عندي اشتراك انترنت لحتى يتوفر عندي شو هو مزود خدمة الانترنت تعريفة هي الشركة التي توفر لعملائها امكانية الوصول الى البيانات مقابل اجر مادي يعني مين عنا مزود خدمات انترنت هون بالاردن عنا زين عنا اورنج عنا امني هاي هي شركات تزودنا بخدمة الانترنت طيب انا بس اشترك عندهم اشتراك سواء شهري او سنوي بعطوني رمز شخصي يوزر اي دي وكلمة مرور الباسورد حتى اتصل بالانترنت طيب لو اجينا هون اطلعنا على هذا الشكل بيمثلي كيفية الاتصال من خلال الخط العادي شايفين هاي عنا الانترنت بتاخد منه شركة مزود خدمة الانترنت بانتقل لخطوط الهاتف للمدعم بعدها لجهاز الحاسوب طيب اما طريقة الاتصال اللاسلكية احنا حكينا عنا اتصال سلكي ولاسلكي ضرق الاتصال طريقة الاتصال اللاسلكية تماما مشابهة للاسلكية طريقة الاتصال اللاسلكية مشابهة للسلكية لكن الاختلاف انه توصلني خدمة الانترنت عن طريق امواج كهرومغناطيسية فلو شفنا الشكل هون عنا ما في اسلاك بتوصل يعني تليفوناتنا احنا بنشبكها على ايش ويرلس بنشبكها لانه ما في سلك بربطني مع مودم لحتى يوصل لي خدمة الانترنت ويعطي هيك بيكون خلصنا درس الاول من هاي الوحدة بتمنى انكم تراجعوا وتدرسوا منيح ويعطيكم الف عافية